إنو والله إذا الفرنسيوية يقرر ميسيو ماكرون إنو بديرجع يعمل لهم تسوي شي مؤسف تماماً اللي عم بيصير وأنا بنقاهر على فرنسا لأنني بحبة لفرنسا بس اللي عم بيصير بحق لبنان عاب وبحق فرنسا عاب بيطلعوا التغييرين هلأ صرتنا فينا نحكي فيها بيقولك ما فينا نحكي مع مصباح الأحدى بلأنو بالمنظومة هالطايدو اللي ممكن يكونوا مبدئيين زيادة عن زوم إنو أي واحد فات لجوة ويحكوا معه طيب بالمقابل بيحكوا مع كبارة بيحكوا مع الريفي بيحكوا مع التبعون العميد حمود المقاتلين السلفيين بيحكوا مع الكل معناتها هايدي التغييريين تبعية السلطة يلي عم تقلك هول الوجوه الجديدة يلي بيغيروا بس إني عمليون عم بيعملون لهم شغلون مالكل بس الجزء اللي أكبر منهم هاي اليوم أنا بدي رئيس مؤسسات ما رئيس تسويات الممارسات اللي صارت سابقاً أساساً يلي عم بيمس بكرامة الجيش وكرامة قائد الجيش هني اللي عم بيشغلوه مثل ما بدهم يعني لا تغذيني لما بتنعمل مصالحة برعاية تحت رعاية قائد الجيش وبيضبطوا بها عرض الحات عادي مين عم بيسيء للمؤسسة العسكرية ومين عم بيسيء لقائد الجيش وإذا بيضطر قائد الجيش بعكس كل المنطق وكل الدستور يلي بيفرض على المؤسسات العسكرية تحمل مواطن اللبناني أنه يمشي بحجة أنه في ضغط هنيك نعمل لهم اللي بدهم إياه ومعلاش وماشي الحال لا ما بيعود بينسبني أنا قائد الجيش ولا رأي جمهورية بيجيبها للتجاه بس اللي وصلنا له اليوم من وراء التنازلات تبع الرئيس حريري الله يرحم بيو يلي مورتوا إياه بريو يصطفل يتنازل عن اللي بده إياه بس ما ألو حق يتنازل عن حقوق دستورية نحنا ورتينينا أبا عن جد لأنه نحنا كمكون مؤسس بلبنان اليوم معقولي لكان أنه والله أنا عندي حقوق دستورية تيجي بتقلي متل ما كنت أنا كنت تابع جولاته لما يطلع وجبران بيسيل على أوروبا أنه والله الاستقرار بلبنان وحماية المسيحيين بيكون عبر حزب الله فالاستقرار بيكون أنه نخلي هالتحالف تبع الأقليات يكون قائم وأنا زعيم عراض كتافي فأنا بتنازل عن حقوق جماعتي لا بدي يسمح لنا ما أحدا نموكله هيك المطلوب أنه يصير فيه مواطنة بلبنان ما أنه يصير فيه شو بده الشارع السني وشو بده الشارع المسيحي وشو بده الشارع الدرزي لأنه هون بيكون ما أحدا وصل له حقه لما بيكون فيه مواطنة الكل وصل له حقه اليوم يلي عم بيصير فيه هجوم على السني ولكن الهجوم منوعة السني لأنه هجوم على السني صار بيخلدي واضح هي هجوم على كل المكونات اللبنانية يلي ما أنا ماشي معهم يا خي أنتو عم تعملوا هيك تتقولوا أنه في بيئة خارج التركيبة اللبنانية اليوم عم بيتركب بلد بيتركب عم بيركبوها على طواقف لا السلطة اللبنانية ولا القوانين اللبنانية دولة دولة ضمن الدولة يعني صارت الدولة دولة والدولة صارت الدولة القضاء اللبناني بيستعيد هايبتو نهارة اللي بيطلع قرار بحق انفجار بيروت اليوم إذا كان فيه أعدام لازم يطلع ما لازم تطلع قرارات أعدام بحق اللي بدافع عن حالون لازم تطلع قرارات الأعدام بحق اللي فجروا مدينة بأكملة وهجروا أهلة فإذن القضاء اللبناني اليوم هل لا يكرح نوصلها النهار أكيد أنه نوصله أنا على سئة أنه نوصله